المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها وتصرح الهيئة بفوز المترشح السيد محمد الباجي قايد السبسي أوزو الباجي قايد السبسي بالانتخابات الرئاسية التونسية فلاكملت الثورة واهدافها الدستورية رئيس مجلس الشورى الإيراني في بيروت يبارك الحوار اللبناني ويدعو للحل السياسي في سوريا ويشدد على مواجهة إسرائيل والتكفيرين بعد أربع سنوات وخمسة أيام على انطلاق ثورة الحرية والكرامة في تونس اختاروا رئيسا جديدا لهم فكان الباجي قايد السبسي إجراء الانتخابات هذا كان واحدا من أهداف الثورة التي انطلقت من أجل حرية اختيار الحاكم وكرامة العيش والتخلص من الفساد مرحلة جديدة تقبل عليها تونس وفيها يأمل المواطن أن ينشغل فيها الحكم الجديد بتحقيق الأمن مع تنامي حركة الأرهاب وإنعاش الاقتصاد في ظل ترد الأوضاع المعيشية فهل الفوز بالانتخابات التشريعية والرئاسية هو نعمة لحزب نداء تونس أم أن التحديات الجسام أمام الحكومة الجديدة مسؤولية لا يحسد عليها الحزب هذا الموضوع سيكون محور ملفنا الأول في المسائية بينما نناقش في ملفنا الثاني نتائج زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني إلى لبنان وماذا في المواقف الهامة التي أطلقها حول الحوار في لبنان والحل في سوريا والإشادة بحركات المقاومة والتشديد على مواجهة إسرائيل والإرهاب التكفري لكن قبل الدخول في تفاصيل المسائية نتوقف مع موجز لأهم الأنباء أهلا بكم أعلن عضو مجلس محافظة صلاح الدين أحمد نظم وصول تعزيزات عسكرية لقضاء بيجي شمالة كريت مشيرا إلى أن عملية استعادة السيطرة على القضاء لم تبدأ بعد إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش العراقي حرر ناحية الوفاء ومنطقة الجبة في الأنبار كما سيطر على محاور عدة في قضاء تلعفر رؤسة توقعات باستعادة السيطرة التامة على القضاء في الساعات القليلة المقبلة في سياق المتصلة فاد مراسل الميادين بأن مسلح داعش يمنعون أهالي الموصل من مغادرة المدينة وسط مخاوف من استخدامهم كدروع بشرية من جهة أخرى أعلن رئيس جهاز الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن طهران تبلغ واشنطن بعملياتها في العراق عن طريق الحكومة العراقية وفي حوار مع صحيفة فينانشل تايمز أوضح أشمخاني أن لقاءات بين الدبلوماسيين الأمريكيين والإيرانيين تبحث فقط الموضوع النووي مؤكدا أنه حتى لو حد الاتفاق النووي من التوتر بين البلدين فإن بلاده لن تبحث عن عودة العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن رأت حركة حماس أن مشروع قرار مجلس الأمن حول الدولة الفلسطينية يتعلق بالتوافق الوطني الفلسطيني ولا يصح لأي طرفين الانفراد به أكدت الحركة رفضها لأي صيغة تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية إن حركة حماس تؤكد رفضها القاطع لأي صيغة تنتقص من أي من الحقوق والثوابت الوطنية وخاصة فيما تعلق بالأرض والقدس وحق العودة وحركة حماس تحذر من استجابتي لفرض أي صيغة تنتقص من أي من الحقوق والثوابت الوطنية والحركة تدعو قيادة السلطة إلى التوقف عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الانفرادية والعودة للالتزام بالتوافق الوطني قبل الإقدام على مثل هذه الخطوات كما أن حركة حماس تؤكد رفضها للعودة لسياسة المفاوضات العبثية دع القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي دع القيادة الفلسطينية إلى إجراء مراجعة شاملة لنص القرار المقدم إلى مجلس الأمن البرغوثي وفي تصريح خاص للميادين قال إن المشروع الحالي لا يلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني في الجزائر قدم المرشح الرئاسي السابق على بنفليسة الملفة التأسيسية لحزبه السياسي الجديد طلائع الحريات إلى وزارة الداخلية الجزائرية البيان الصادر عن الحزب الجديد ذكر أنه يضم أعضاء ينتمون إلى كل الشرائح الاجتماعية ويمثلون سائر القطاعات المهنية بنفليسة شدد على أن الملفة استوفى كل الشروط المنصوص عليها قانونا دعا الرئيس الفرنسي فرانسو أولندا جهزت الدولة إلى أقصى درجات التيقذ بعد وقوع هجومين في نهاية الأسبوع استهدف الشرطة والمدنيين ففي حادثة دهس أصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح حين اقتحمت شاحنة سوقا لعيد الميلاد في وسط مدينة نانت ذلك بعد ساعات من دهس سائقا بسيارته عمدا عددا من المرة في مدينة ديغون وسط البلاد ما أدى إلى إصابة أحد عشر شخصا بينهم اثنان في حالة خطرة ختم الموجز شكرا للمتابعة وعودة إليك من جديد كمال أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فوز المرشح الباجي قائد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بخمسة وخمسين في المائة فاصل ثمانية وستين ليصبح بذلك أول رئيس منتخب للجمهورية الثانية فيما خصل المرشح الثاني محمد المنصف المرزوقي على نسبة أربعة واربعين في المائة فاصل اثنين وثلاثين وقد بلغت نسبة الأقبال على مكاتب الاقتراع ستين في المائة فاصل أحد عشر تقرير سميح البغانمي تصرح الهيئة بفوز المترشح السيد محمد الباجي قائد السبسي للانتخابات الرئاسية سنة 2014 الباجي قائد السبسي رئيسا لتونس وسنديق الاقتراع توصله إلى قصر قرطاجة أنصار السبسي سارعوا للاحتفال بهذا الفوز والمرشح الخاسر والمنصف المرزوقي لم ينتظر كثيرا لتهنئة منافسه ليتربع بذلك نداء تونس على عرش الرئاسيات الثلاثة بعد تحقيقه الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية فوز نداء تونس وضع حدا لنهاية الترويكا بداية من الأحزاب المكونة لها في التشريعية وانتهاء النأب بهزيمة المنصف المرزوقي الرئاسية انتصار سيضع الفائزة بكرسي قرطاج أمام تحديات كبيرة أول هذه التحديات مسألة تأليف الحكومة تحديات كبيرة ستكون أمام السبسي أولها تشكيل الحكومة الجديدة وثانيها الأمن ومكفحة الإرهاب ثم هناك عديد من القضايا تم ترحيلها للحكومة الجديدة تخص المواضيع الاجتماعية خاصة زيادة في الأوجور وتعديل الأسعار خارطة سياسية جديدة إذن بصدد التكون بعد اتضاح نتائج الانتخابات خارطة يبدو أنها ستقطع بلا شك مع المشهد السياسي القديم نجحت تونس في استكمال مرحلة جديدة من تاريخها السياسية بانتخاب أول رئيس مباشرة من الشعب نجاح يؤكد أن تونس تتجه نحو تحقيق الديمقراطية سميح البغانمي تونس الميادين ولمناقشة هذا الموضوع مع إيلان مباشرة من تونس الكاتب الصحفي سيد منجي الخضراوي وأيضا من تونس ينضم إلينا عضو الفريق المركزي لشبكة مراقبون السيد زبير الدالي والذي سأبدأ معه مباشرة أستاذ زبير بداية قراءة في هذه الأرقام التي أوصلت إلى هذه اللتيجة كيف ترى الأرقام سواء نسبة الأقبال أو ما حصل عليه كلا المترشحين مساء الخير أولا أهنأ الشعب التونسي بنجاح المسار الانتخابي وأقول مبروك لتونس هذا النجاح البهر الذي أتاك تتم للمرحلة الانتقالية التي عشناها لفترة امتدت على ثلاث سنوات بالنسبة لشبكة مراقبون نحن في الحقيقة توقعاتنا التي أجريناها عبر تقنية الجدول الموازية للأصوات كانت في حقيقة الأمر متطابقة مع ما أعلنته الهيئة تقريبا مع هامش خطأ ربما بـ 0.5% إيجابي أو سلبي ولكن الأرقام في حقيقة الأمر كانت متطابقة وهو ما يؤكد لأن التقنية الفرسرية للأصوات كما هو معروفة على صعيد الدولي هي آلية تعتمد للتثبت من صحة النتائج المعلنة من قبل الإدارة الانتخابية وعلى هذا الأساس أننا نعلن أن الأرقام المعلنة شفافة وهو ما تبينه كذلك الإحصائيات المفصلة التي قمنا باستقصائها من طرف الملاحظين الأربعلاف المنتشرين والألف ملاحظ الذين يمثلون العين التمثيلية التي اعتمدناها في الأرقام التي أعلننا عنها هذا من حيث الأرقام أستاذ الزبير من حيث الشكل الإجرائي للمرحلة الثانية من الانتخابات كيف تابعتموها وإذا ما أردنا أن نقيمها بشكل دقيق وموضوعي في حقيقة الأمر بالنسبة لإحترام الإجراءات تقول شبكة مراقبون أن 95% من مكاتب الاقتراع تم احترام الإجراءات القانونية بشكل كامل خلال افتتاحها فيما عدا ذلك تم رصد بعض التجاوزات البسيطة كذلك يمكن مدكم ببعض الأرقام تفضل وهو أنه في نسبة 99% من المكاتب تم التثبت من وجود الحبر الانتخابي مثلا على سبابة يد الناخب في 1% من المكاتب لوحظت حالات سمحة فيها لناخبين غير حاملين لوثائق ثبوتية رسمية كبطاقة التعريف الوطنية أو جوازة سفر بالتصويت وهو ما يعد مخالفات انتخابية في 1% من المكاتب التي اعتمدناها كعينة تمثيلية كذلك في 1% أخرى من المكاتب تم إضافة أسماء على سجلة الناخبين بخط اليد وهو ما يعد بطبيعة الحال جريمة انتخابية على مقتضى الفصول من 149 إلى 167 من القانون الانتخابي التونسي وهي تجاوزات طبعا صدرت في تقرير أولي لشبه المراقبون تم نشره وتم إعلام الإدارة الانتخابية بها كذلك في 2% من المكاتب سأكمل معك وماذا تعني كل هذه الملاحظات سمح بمرافقة الناخبين إذن لا مجال للطعن حسب وجهة نظرك أستاذ زبير لا مجال للطعن نحن في حقيقة الأمر نؤكد النتائج المعلنة من قبل الإدارة الانتخابية ونقول بأن هذه التجاوزات تعد في منظورنا تجاوزات بسيطة لا يمكنها بأي شكل من الأشكال التأثير على صحة النتائج طيب أستاذ منجي الخضراوي من وجهة نظر أو بعين سياسية هذه الأرقام وفوز الباجي قاد السبسي اليوم في المرحلة بعد أن اكتملت المرحلة الانتقالية وأيضا بالنسبة لشعارات الثورة التونسية الحرية والكرامة هل حققت تونسيون ذلك فعلا أو اقتربوا من تحقيقه وفق هذه النتائج؟ طبعا للثورة التونسية العديد من الملفات والمطالب من بينها الملف السياسي والملف الاقتصادي ثم طرأ لاحقا الملف الأمني إضافة للملف الاجتماعي وهو الأساس هذه مداخلها اقتصادية وسياسية والاقتصادي من بين مداخلها السياسية الآن يمكننا نعتبر أن الحلقة الأساسية في المستوى الاقتصادي قد اكتملت ولم يبقى أمام الحكومة وأمام السلطة السياسية التي أرادها التونسيون أن تكون ربما لونا واحدا مع بعض التنويع من هنا وهناك أن تعمل على الملفات وعلى الرهانات وهي ملفات كبيرة ومعقدة جدا عليها أن تبتدأ بالعمل هذا هي أساسا أن هي الحلقة الأخيرة في الملفات السياسية الملفات الأخرى ما زالت مفتوحة طيب إذا ما أردت أن أسألك هكذا سؤال على طبيعته يعني ما هي أسباب خسارة المنصف المرزوقي وما هي أسباب اختيار الناخبين لألباجي قاد السبسي نعم سؤال ترح كثيرا في تونس لماذا خسر المرزوقي المرزوقي حسب على ما يسمى بترويكا وأساس أن ترويكا بأساسها هي حركة النهضة وحركة النهضة رغم أن موقفها الرسمي كان يفوض النظر لقواعدها التي صوتت في الدور الأول للمرزوقي وتفوض النظر هنا حسب ما أكده القيادة لحبيب اللوز هو نوعا من تصويت المرزوقي وبالتالي رفض لمشروع كامل رفض لمشروع بين قوسين أخوانة المجتمع والدولة رفض لفترة كبيرة ثلاث سنوات شهدت فيها البلاد توترا أمنيا إدخال سلاح اغتيال الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد الابراهمي اغتيالت في مستوى الجنود في مستوى الأمن يعني توتر أمني كبير كادت البلاد أن تدخل إلى حالة من ما يسمى بالعشرية الجزائرية كان السيناريو الجزائر على الأباب كل هذا جعل المجتمع التونسي يتخوف وينقسم إلى قسمين قسم حقيقة انتصر لما يساوم بدولة الهوية وقسم آخر انتصر لما يمكن أن نسميها الدولة الوضعية التي تستند إلى القانون وإلى الدستور يعني بشكلها الديمقراطي والمنصف المرزوقي اختار خطاب يقترب أكثر إلى الإسلاميين فكانت حقيقة هو كما يقال مرشح غير المعلن لحركة النهضة أرجو أن تبقى معي سيد المنجري الخضراوي وأيضا سيد سبير الدالي كيف يبدو المشهد التونسي بعد فوز الباجي قاد السرسي بالكرسي الأول في البلاد ما هي احتمالات تشكيل الحكومة وماذا تبقى من خيارات أمام النهضة تقرير عمر كايد أزدل الستار عن الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية فاز حزب نداء تونس بالانتخابات التشريعية والرئاسية معالم الحكومة المرتقبة باتت شبهة واضحة النهضة ستكون خارج الحكم بحسب ما أكد أكثر من مرة مسؤولون كبار في حزب نداء تونس فالحزب الفائز نسج تحالفات سمحت له بتوفير الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة من دون النهضة فحزب نداء تونس بحاجة إلى 109 مقاعد من أصل 217 لتشكيل الحكومة فاز ب86 مقعدا ثم تحالف مع أحزاب عدة وفي مقدم الاتحاد الوطن الحر الذي حصل على 16 مقعدا وحزب أفاق تونس الفائز بثمانية مقاعد إلى جانب حزب المبادر الذي نال ثلاثة مقاعد وبذلك يكون قد وفر النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة لكن العقدة الغامضة المثيرة للجدل تتعلق بمنصب رئاسة الوزراء فهل سيرشح نداء تونس قياديا من حزبه وبذلك يكون قد أحكم قبضته بشكل مباشر على السلطات الثلاث في البلاد أم سيفسح المجال أمام قيادات حليفة له أو مستقلة ليبدد قلق الخائفين من عودة النظام الشمولي وسط هذه المعادلات يحضر الحديث عن خيارات النهضة تحديات كثيرة تفرض نفسها على الحركة الإسلامية منها المشاكل الداخلية الكبيرة التي تعاني منها ولسيما بعد استقالة أمينها العام حمالي لجبالي وإذا ما كانت ستستطيع تشكيل جبهة معارضة وازنة إذا ظلت الحسابات كما هي وأقصيت عن السلطة وأعود إلى ضيوفي من جديد في تونس أستاذ زبير الدالي الآن فاز الباجي قادس ماذا بعد هذا الفوز مباشرة واحتمالات كيف ستتصرف نداء تونس بعد هذه النتيجة هو في حقيقة الأمر التحدي الكبير هو تشكيل الحكومة خصوصا وأننا نعرف أن حزب نداء تونس لم يفز بأغلبية مريحة في البرلمان لأنه ربما من ناحية العدد يمتلك العدد الأكبر من المقاعد ولكنها أغلبية غير مريحة كما أسلاف تذكر الحل هو في الاتفاق بين مكونات المجلس النيابي والمضي قدما في تجاه تشكيل الحكومة تعمل على تلبية الحاجيات الحقيقية للشعب التونسي والذي عانى من عديد الأزمات خلال هذه المرحلة الانتقالية وفي حقيقة الأمر ربما أشياء عادية تقعوا في بلدان الانتقال نحو الديمقراطية نعرف ماذا جرى في رومانيا نعرف ماذا جرى في بلدان البحر الأدرياتيكي نعرف ماذا جرى في عديد الدول الأخرى التي عاشت نفس التجربة نحن نرى أن تشكيل الحكومة والإسراع في تشكيلها بأكثر ما يمكن من التوافق هو الحل الأمثل للنهوض بتونس وتتوقع السادة الزبير أن لدى تونس سوف تفعل ذلك فعلا؟ والله في حقيقة الأمر لا يمكن الحكم على النواية نحن في تونس لدينا مثل يقول لا يمكن أن نقطع يد السرق قبل أن يسرق ربما أتمنى أن يكون حزب ندى تونس في مستوى تطلعات الأمانة التي أعطاها له الشعب التونسي ويكون في مستوى الانتظارات ويضع اليد في اليد مع بقية مكونات المجلس نواب الشعب لتحقيق ما يصب إليه كل الشعب التونسي نحن نتمنى فعلا هذا ونرجو أن يتحقق ذلك لتونس سيد المنجي الخضراوي بالنسبة للتحديات التي تواجه الرئيس المقبل وأيضا الحكومة المقبلة تحدث عن ربما ما أثر في حضوظ المنصف المرزوقي من تحديات أو أحداث مرت بها البلاد ولكن هذا لم يحسم يعني كثير من الملفات لم تحسم الإرهاب الاقتصاد وغيرها من الملفات الداخلية هل تعتقد بأننا سنكون أمام مقاربات مختلفة في معالجة هذه الملفات الداخلية نعم هو يعني من المعروف أن السلطة تصيب صاحبها بالتهرب مثل ما وقع لحركة النهضة عندما دخلت إلى السلطة فقدت جزءا كبيرا من شعبياته أيضا نداء تونس هو الآن وضع الخطوة الأولى نحو فقدان جزءا من شعبياته لأنه مهما فعلت السلطة هناك مشاكل هيكلية مرتبطة أصلا بطبيعة النظام وطبيعة المجتمع التونسي من بين الملفات المطروح أساسا الملف الأمني موضوع الإرهاب وموضوع الجريمة المنظمة وموضوع التهريب لأن هناك ارتباط كبير جدا بين التهريب والإرهاب والجريمة المنظمة جزء من التهريب هو يدخل في الحياة اليومية للمنطقة الغربية والحدود بين الجزائر وتونس وليبيا وتونس التي يعيش بها عدد كبير من المواطنين ولكن هناك التهريب خطير مرتبط بالإرهاب مثل تهريب السلاح وتهريب المخدرات أيضا الجريمة المنظمة المرتبطة بأوروبا وجنوب البحر المتوسط سواء تونس والجزائر والمغرب ثم ليبيا أيضا الأوضاع في الحدود في مستوى ليبيا والأحداث المتطورة يوميا هذا إضافة إلى الموضوع الاقتصادي لأن تونس تقريبا في وضعية صعبة اقتصاديا لم تجد من حلول إلى حد الآن في حل القضايا رغم بساطتها أحيانا إلا بالسلوفات من الخارج والبحث عن القروض الآن التدائن مرتفعة جدا نسبة تدائن مرتفعة جدا في تونس تم تقريبا رهن أجيال مقبلة في هذا المستوى هذا إضافة إلى المستوى التشغيل لأنه عدد كبير من الشبان وهو ما أكدته الأحصائيات من العاطين العمل أرادوا التغيير وسوتوا للباجر قائد سبسي طلبا في الشغل وتعلمون جيدا الآن الثورة من بين المطالب التي قامت عليها هي مسألة التشغيل ثم إضافة إلى ذلك المفاوضات الاجتماعية والاتحاد العام التونسي لشغل سيد المنجي الخدراوي سيكون هناك مراهنة من قبل أحزاب الأخرى تحديدا حركة النهضة ربما سيكون هناك مراهنة على فشل حزب نداء تونس في معالجة هذه الملفات وبالتالي يمكن الاستفادة من أخطائها أو حتى وضعها في هذه التجربة لكي تفشل وربما تخوض ما خضه حركة النهضة خلال الأعوام الماضية نعم هي المقالبة المعادلة الآن انقلبت فحركة النهضة كما يقال في تونس سوف تلعب دور ملتقط الكورة كل كورة تضيع على نداء تونس تلتقطها النهضة كما قلت في البداية السلطة تصيب هي نوع من التميز ولكنها أيضا هي معضلة في حد ذاتها لا شك أن نداء تونس سيرتكب العديد من الأخطاء وستكون النهضة مستفدة إذا تجاوزت النهضة لأنها تعاني مشكلة داخلي في مستوى الخطاب الرسمي والجماهير لأن حمد جبالي ربما يطمع في عدد من الذين خرجوا من النهضة حتى يكونوا من أتبعيها أيضا المرزوقي أنصاره يقولون أنه سيتحول إلى ظاهرة تتحرك بأنصار النهضة يعني هناك حدود متداخلة بينها وكل هذه المجموعات سواء المرزوقي ومجموعاته أو حمد جبالي الذي يطرح نفسه بديل أو حركة النهضة وجزء من الجبهة الشعبية والأحزاب المعارضة التي ستبقى في المعارضة أو التي ستضع ساقف المعارضة وساقف السلطة فأنا ستحاول العمل على أخطاء نداء تونس واستغلالها للدعاية السياسية هذا لا شك وهذا يدخل في شروط وفي قواعد اللعبة السياسية ساذة الزبير أيضا بالنسبة لخيارات الخاسرين والأحزاب الخاسرة توافق السيد المنجي وكيف ترى أنها سوف تتصرف بالمستقبل القريب ستشارك في الاتلاف أو في الحكم مع مشاركة مع حزب نداء تونس أم أنها ستقف كمعارضة تلتقط الأخطاء أو تنتظر الانقضاض أم أنها ستستخدم الشارع كيف ترى خيارات الأحزاب الأخرى وفقا لما يجري حاليا هو في حقيقة الأمر وبعد هراف الترويكة في حقيقة الأمر هي أحزاب اكتوت بنار الحكم الحكم ليس سهلا خصوصا وأن البلاد تعيش عديد الأزمات الاقتصادية وعلى رأسها كما ذكر الأخ منجي مسألة الأمن ومسألة الإرهاب أضيف إلى ذلك مسألتين ربما عرج على إحداهما مسألة التنمية الجهوية ومسألة التشغيل لأن الثورة في أصل الشيء قامت على التشغيل والحرية والكرامة الوطنية الكرامة الوطنية لا ننكر أنه خلال الفترة السابقة يعني تمتعنا بهذه الحرية وبحرية التعبير وحرية الرأي ولكن هذا غير كافي البلاد في حاجة إلى التشغيل وإلى تحريك عجلة الاقتصاد وهي ملفات من الأهمية بمكان لأنه لا أعتقد أن حزب واحد أو كتلة برلمانية واحدة قادرة على حل هذه الاشكاليات أنا قلت في أول مداخلتي أن الأمر يحتاج إلى التوافق التوافق بين خصوم الأمس نتمنى أن نراهم أصدقاء الغد يتفقون على برنامج أو على خطة تنمية تنهي هذه المرحلة الصعبة في تاريخ تونس والتي والحمد لله كللت بنجاح وبانتخاب رئيس كائنا من يكون هذا الرئيس نتمنى أن يحقق أمال الشعب التونسي بالنسبة للمعارضة هي لها في حقيقة الأمر عديد الخيارات سواء إذا كان قابلت بالتوافق ستدخل الحكم ربما بحقائب وزرية محددة وإلا فأنها ستقف موقف المتفرج وهو موقف أعتبره شخصيا موقف سلبي وإلا فأنها ستنزل إلى الشارع وتمارس ربما المعارضة البناء والمعارضة الجدية والمعارضة التي تدفع منهم في الحكم إلى تصحيح الأخطاء ولكن ربما نحن بعيدون نوعا ما عن هذا السيناريو الثالث أعتقد أن البعض من مكونات المعارضة سيتم مغازلتها من طرف الحزب الحاكم لدعواتها للمشاركة في حكومة وأرجو في حقيقة الأمر أن يتم هذه المغازلة تكون مغازلة مثمرة وتؤلف لنا وتعطينا حكومة تدفع في الاتجاه السليم بالاقتصاد التونسي وبحالة البلد سيد المنجي القدراوي على صعيد السياسة الخارجية هل ثمت من تغيير جوهري ستشهد تونس في علاقاتها مع الدول الأخرى طبعا هذا من بين وعود البجيقات السبسي وخاصة الملف السوري هو وعد بأنه سيعيد العلاقات السياسية ودبلوماسية بشكلها الطبيعي مع سوريا وسيدعم الموقف مع مصر وأيضا بعيدا عن العداء للجزائر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وعدم الاكتفاء بما يسمى السياسة المحاور التي كانت تقاد من قطر أو تركيا هذه المحور قطر تركيا هو وعد وتحدث بذلك صراحة في حين كان المنصف المرزوجي يقول أنه سوف يبقي على قطع العلاقات دبلوماسية مع سوريا البجيقات السبسي يعتقد أن الإرهاب لا يمكن معالجته وطنيا وإنما هو ظاهرة إقليمية ودولية تبدأ من سوريا وصولا إلى ليبيا والجزائر هذا أمر مؤكد وهذا من وعود البجيقات السبسي فيما يتعلق ملف سوريا ملفات أخرى سيد الخضراوي قد تشهد تغييرا على صعيد السياسة الخارجية نعم أساسا في مصر الإمارات العربية المتحدة ععادة النظر في العلاقة بين المحور القطري تركيا ثم التوجه نحو أوروبا أكثر والولايات المتحدة وربما المعروف على التوجه الذي يتبنىها البجيقات السبسي وهو التوجه ليبرالي ذو جرعة اجتماعية هو التوجه أكثر نحو أوروبا عوضا عن ما يسمى بالوحور الأنجلوساكسوني ربما للمحور الفرنسي الألماني الإيطالي إسبانيا ومزيد دعم العلاقات خاصة في المستوى المغاربي مع الجزائر والمغرب وأساسا الجزائر لأن مقتضيات المرحلة وخاصة موضوع الإرهاب والتنمية الاقتصادية تفترض علاقات جيدة مع دعم العلاقات في ليبيا طبعا هذا مؤكد طيب سيد زبير دالي في الدقيقة ونصفة المتبقية أيضا هل نحن بالمحصلة أمام تونس بمرحلة استقرار بمرحلة جديدة طوية المرحلة الماضية بكل تقلباتها ومخاضها أم أننا لازلنا فعلا تداعيات المرحلة مرحلة انتقالية سوف تلقي بظلالها على الأقل على السنوات القليلة المقبلة من حكم الباجيقات السبسي هو شوفي حقيقة الأمر نحن لاحظنا ما خلص إله البلد بعد أولا ثلاثة حقبة 23 سنة من الحكم يعني بجميع مفاسيده وجميع الهنات التي تسبب فيها وكذلك حكم ثلاثة سنوات من حكم الترويكا بجميع ما خلفه للبلد من غلاء معيشة ومن تدهور الحالة الاقتصادية ومن تعمق الأزمة السياسة ليست من السهولة بمكان وتجاوز كل هذه الأخطاء لن يتم أعتقد في يوم وليلة لأن الأمر يتطلب بعض الوقت أولا على مستوى الإدارة إرجاع الكفاءات التي تم تجميدها في الإدارة التشغيل وهنا أفتح قاوس لأن تحقيق نقطة نمو واحدة وهذا رأي فني في الاقتصاد تحقيق نقطة نمو واحدة على مستوى الاقتصاد التونسي يتطلب إحداث 16 ألف موطن شغل وهو أمر ليس بالهيئة أعتقد أن الأمر سيتطلب بعض الوقت ونحن مطالبون بدعم الحكومة التي ستتقلد مقاليد الحكم في قادم الأيام شكرا جزيلا لك سيد زبير الدالي عضو الفريق المركزي لشبكة مراقبون وأيضا الأستاذ منجي الخضراوي الكاتب الصحفي حدث تماني مباشرة من تونس شكرا جزيلا مجددا حياكم الله أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني عالي لارجاني أن بلاده لا تنسخ مع واشنطن في محاربة الأرهاب وكرر موقف طهران من الأزبة السورية داعيا إلى حل سياسي لارجاني أنهى زيارته للبنان بلقاء موسع مع الفصائل الفلسطينية مؤكدا مواصلة الدعم للمقاومة تقرير عباس صباغ لا حل عسكريا في سوريا الخطر الصهيوني والخطر التكفيري الإرهابي وجهاني لعملة واحدة نبارك الحوار بين التيارات اللبنانية الفاعلة هذا ما أكده رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني خلال زيارته للبنان المسؤول الإيراني استهل زيارته بلقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح تهران تؤكد أن رؤيتها للحل في سوريا كانت الأفضل من خلال اعتماد الحل السياسي لا يمكن تحقيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية عبر الدبابات وكلما حضرت أمريكا واحتلت موقعا يظهر التيار الإرهابي وهذا ما حصل في أفغانستان والعراق وهذا نتيجة عسكرة الأزمة وبعد أربع سنوات اقتنعوا أن معالجة الأزمة السورية تكون عبر الحل السياسي رئيس مجلس الشورى بارك الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل في لبنان خلال لقائه نظيره اللبناني نبيه بري نحن نعتبر أن هذه المبادرة الوطنية وهذا الحوار الكريم من شأنه أن يفسح المجال أمام المزيد من التقريب في وجهات النظر وفي الرؤى لمختلف القوى والتيارات السياسية الفاعلة على الساحة اللبنانية الأمر الذي يؤدي إلى حالة العديد من المشاكل السياسية التي ما زالت قائمة حتى الآن رئيس البرلمان اللبناني وافق لارجاني على رؤيته للحل في سوريا وعلى أهمية مكافحة الخطر الصهيوني والإرهابي التكفيري نطلوب نشر التوعية الإيمانية الحقيقية والتنمية في خط موازن ثانيا إن الحل في سوريا داخل سياسي وليس جغرافيا لارجاني أفرد خلال زيارته للبنان حيزا لا بأس به للقاء الفصائل الفلسطينية مؤكدا استمرار دعم تهران للمقاومة الفلسطينية وأكد بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن إيران ستواصل دعمها أيضا لبيروت مكافحة الإرهابي وأهمية الحل السياسي في سوريا من أبرز النقاط التي أكد عليها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني خلال زيارته إلى بيروت إضافة إلى ترميم العلاقة بين حماس ودماشق عباس صباغ بيروت الميادين ولمناقشة زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد علي لارجاني إلى دول المنطقة بيروت دمشق وبغداد معي هنا في الاستوديو الكاتب السياسي الأستاذ أمين قمورية أسعد الله مساك أستاذ أمين ونبدأ مباشرة الزيارة بشكلها العام بروتوكولية أم أنها أكثر من ذلك بكثير ولدى لارجاني مهام ورسائل يريد إيصالها إلى دول لا شك أن الزيارة مهمة وهي سياسية بامتياز لأن الرجل سياسي بامتياز شخصية هذا الرجل تعطي لهذه الزيارة أهمية خاصة يعني لارجاني ليس فقط رئيس مجلس الشورى في إيران إنما هو حامل ملفات أساسية وهو من أركان النظام الإيراني وطبعا شخصيته السياسية وليس قائدا عسكريا بين مزوجين أو قائدا ثوريا وبالتالي لا يصير حساسيات هو قائد سياسي بامتياز وأحد الأسس الرئيسية والركائز الرئيسية في السياسة الإيرانية وبالتالي عندما يتحدث لارجاني عندما يحمل رسالة لارجاني معنى ذلك أن هذه الرسالة هي تعبر فعلا عما تفكر به إيران وبالتالي هو يوصد رسالة من رأس الهرم الإيراني إلى كل الدول لنتحدث عن لبنان أستاذ أمين على مستوى لبنان تم الحديث أنه تحدث عن الحوار بين حزب الله والمستقبل تحدث عن موضوع الإرهاب مواجهة داعش والنصرة وغيرها من الموضوعات ما هو الدور الإيراني الذي يمكن أن يكون فاعلا في مثل هذه الملفات اللبنانية طبعا في الملفات اللبنانية هو تحدث بشكل أساسي وأعتقد أن الزيارة بشكل أساسي تأتي لدعم لبنان في إطار هذا الحوار وخصوصا الحوار المزمع ما بين فريقين سياسيين أساسيين في لبنان أعني حزب الله وطيار المستقبل أعني بمبلغة أخرى يعني هذا الانقسام أيضا المزى بألحاد ودرق الفتنة التي تهدد هذا البلد وبالتالي أهمية السعي لإيجاد القواصم المشتركة وأواصر اللقاء والطلاقي بدل من الأصص التي يمكن أن الاختلاف عليها طبعا هناك أمور كثيرة يمكن أن الاختلاف عليها لكن حتما بين الفريقين هناك الكثير من الأشياء التي يمكن اعتمادها وفتح قنوات للتواصل أنا أعتقد أن مثل هذا الحوار في لبنان إذا ما نجح في لبنان يمكن أن تكون نموذجا يمكن الاقتداء به في أكثر من مكان طبعا هو جرت محاولة حتى الآن لم تسبت ولم تنجح بالكامل في العراق لكن إذا ما نجحت التجربة اللبنانية ولبنان له أهمية قصوة في هذا الإطار لبنان صحيح أنه بلد صغير لكن أنا أشبه لبنان مثل أبريق الشاي عندما تضعه في العراق البخاري تصاعف فيه في لبنان فبالتالي كل الأنظار مركزة على لبنان إذا ما نجح مثل هذا الموضوع في لبنان لا شك أنه انعكاساته على المنطقة ستقوم طبعا نلاحظ أنه السيد لارجاني يجول على ثلاث عواصم تعتبر أو تعتبرها إيران حليفة أو هناك قوى أساسية داخل هذه البلدان حليفة لإيران بشكل أساسي ما الرابط بين هل لارجاني يبحث كل ملفات على حدة في كل دولة يزور أم أن هناك ما يريده الإيرانيون على المستوى استراتيجي بين الدول الثلاثة الزيارة هي تسادف إيران غفوا العراق سوريا واللبنان أعتقد أن المشتركات بين الدول الثلاثة مهمة جدا جدا أولا الإرهاب هو في لبنان مثلما هو في سوريا مثلما هو في العراق هذا من ناحية عدا عن الإرهاب هناك أيضا مسألة المقاومة التي تعني فلسطين طبعا موضوع الفلسطيني موضوع الإرهاب أستاذ أمين حتى المشاهدين وأنا كمان موضوع الإرهاب عندما يأتي لارجاني إلى لبنان ليناقش موضوع الإرهاب ماذا يقول طبعا ما قاله في المؤتمر الصحفي أو غيره كلنا نعرف أن هناك كلمات دبلوماسية لكن في حقيقة الأمور ماذا يريد يقول لهم إيران معكم في موضوع الإرهاب لدينا سلاح تعالوا نعمل حلف عسكري حكما وهذا الكلام سمعناه من الجانب الإيراني أكثر من مرة يعني إيران قالت أنها على استعداد لمساعدة الجيش اللبناني لمساعدة قوى الأمن اللبنانية في ضبط هذه الحدود كلنا نعرف والكل يدرك تماما أن هذا الإرهاب لا يستهدف فيه واحدة وقد لمسنا ذلك بأكثر من مكان فإذا كان هذا الإرهاب يستهدف الجميع إذن دعونا نتفق على موضوع كيف نمكن أن نتحالف وأن ننصق جهودنا من أجل مواجهة هذا الإرهاب والحوار يصب في هذه الخانة أعتقد أن ما سيجري غدا أحد أبرز نقاطه هو كيف يمكن لحزب الله وطيار مستقبل وبالتالي جينا حي لبنان أن يتوافق على مثل هذا الموضوع ونحن معكم لإيران مصلحة كبرى في أن تواجه هذه الآفة التي تهدد لكنها خطرها وأرتدادات خطرها قد تشع إلى المنطقة بالكامل وبالتالي لدى إيران ولدى أي قوة مهتمة بالمنطقة مصلحة أساسية في مكافحة هذا الخطر تأكيد على موضوع الجيش اللبناني كقوة أساسية في مواجهة الأرهاب وجدد اليوم عرض إيران لتسليح الجيش اللبناني وهذا الملف لا زال معلقا في لبنان ولا يوجد هناك أي حولها حكما يدرك تماما معنى أن تتصدق قوة أخرى لمثل هذا الإرهاب في ظل الأنقسامات الطائفية الموجودة في هذا البلد عندما يتصدى حزب الله لهذا المشروع كلنا سمعنا في لبنان ما زا كان يقال سيقولون أن حزب الله الشيعي مثلا هو يتصدى لمجموعات سنية وبالتالي حزب الله يواجه السنة ستفسر بهذا الإطار لكن عندما يكون الجيش حامل لواء هذه المهمة والجيش هو جيش وطني يضم كل الطوائف اللبنانية والشهداء الذين سقطوا من الجيش من كل الطوائف اللبنانية ومن كل الانتماءات السياسية في لبنان أو غير السياسية والعائلات فبالتالي هو المولج بمثل هذه المهمة وبما أن لإيران ولكل دول المنطقة مصلحة في مكافحة هذا الإرهاب فبالتالي يجب أن يكون الحائط الأساسي والسد الأساسي في هذا الموضوع هو الجيش اللبناني طيب أنا لفتني قبل أن أنتقل إلى ما قاله لارجاني لقناة الميادين هذا اليوم لفتني من كل الحديث الذي تحدث به لارجاني وكان يتحدث بمجموعة نقاط جملة تتعلق بأن هناك لدينا تحالف أو هناك قوى محلية كما قال بما معناه لا أعرف نص الحرفي ولكن هذا معناه هي فاعلة أكثر من الحكومات أو تعاد الحكومات وقال مثل حماس وحزب الله هو أكمل تعتقد أنه هو أكمل وهو قال أيضا أن هناك تيار فاعل وقوي هو أيضا داعش داعش لكنها بالمعنى السلبي أنا أريد أن نتحدث عن عندما يقول هناك قوى فاعلة وهي حليفة لإيران وهذه القوى الفاعلة هي فاعلة أكثر من حكومات أو أكثر من دول هل هذا يعني أن إيران تبحث عن حلف فاعلين اليوم داخل هذه الدول أكثر من تحالفها مع حكومات حتما لا تستطيع أن تفصل بين الأسنين لكن إذا كانت عندما رفعت شعار إيران شعار فلسطين أولا حتما هي تفتش عن الذين يحملون شعار فلسطين أولا وبالتالي من لا يزال حتى هذه اللحظة يحمل السلاح في مواجهة إسرائيل هو حليف طبيعي لإيران لكن هذا لا يلغي أن هناك حلفاء آخرين وإن كان مهمتهم ضد إسرائيل سياسية أو شيء من هذا القبيل وطبعا معنى الديبلوماسي للتعاطي مع الدول هو توجه إلى الجميع وخاطب الجميع وقابل الرئيس تمام سلام وقابل رئيس مجلس النواب ولا أعتقد أنه ميز بين لبناني أو آخر والكل يعرف أيضا أن إيران علاقات بكل الكوات السياسية اللبنانية وفي مرة من المرات كان لها علاقات خاصة واتصالات هنا لا نتحدث أستاذ أمين عن تمييز بين قوة سياسية هنا نتحدث عن ما يشبه نوع من الجهد الأساسي هو نوع من المحاولات الإيرانية دعني أسميها وأنا هنا أسأل إن كانت موجودة أو لا لإيجاد حلف مع قوة فاعلة أو تفعيل هذه القوة الفاعلة أنا أعتقد ترى تشابه بين زيارة السيد لارجاني وزيارة بوكدانوف إلى هذه الدول حتما التقم نفس الأشخاص وتحدث بنفس الملفات والمهمة واحدة أو القل يؤكد الموضوع الأساسي وموضوع السوري هم متفقون تماما عن موضوع السوري لكن أنا أعتقد أن النقطة الزكية التي أتى بها والتي لا تزال تعمل عليها إيران هو العلاقة مع حماس العلاقة مع حزب الله هي علاقة طبيعية العلاقة استمرار العلاقة مع حماس رغم كل الخلافات السياسية هي تعبر عن وجهة نظرة هي تعبر عن خلفية أولا الذين كان يفترض أن يكونوا حلفاء اليوم مع حماس تخلوا عنها بغض النظر عن كل الإشكاليات والخلافات مع حماس طبعا للجميع هنا في هذه المنطقة تتحدث عن التصالح المصري حتما يعني مصر رغم كل المشكلة لا رغم كل المشكلة مع مصر كان يجب لمصر التي لديها دور قومي مفترض كبير عربي أن تنظر إلى هذا الفريق المقوم بطريقة مغيرة حتى ولو أخطأت حماس بها الزكاء الإيراني بأننا هنا رغم الخلافات الإيديولوجية والسياسية نتخلى عن هذه الخلافات من أجل مهمة أهم وأعتقد عبر هذا الحصان نحن دخلنا هذه المنطقة وبات لإيران حيز كبير في هذه أستميحك عذرا ونعرض في مقابلة مع الميادين ما قاله رئيس مجلس الشورى الإيراني ثم نعلق عليه أستاذ أمين قال لارجاني أن السعودية دولة مهمة في المنطقة لكنها يجب أن تستفيد من وزنها السياسي بشكل صحيح متمنيا أن يكون دورها مساعدا للأمة الإسلامية ووحدتها نحن نقول أن السعودية دولة مهمة في المنطقة ولها دور مهم وواضح في الأمة الإسلامية ولكن يجب أن تستفيد من وزنها السياسي بشكل صحيح وتتبع المسار الصحيح سابقا كان لدينا حوارات مع الحكومة السعودية وتناقشنا في قضايا مهمة كان هناك خلاف في وجهات نظر ببعض الأمور كالملف السوري قلنا منذ البداية أن التعاطي المتطرف مع الملف السوري قد يخلف مشاكل أمنية وعسكرية ولم يقبل البعض ذلك والآن يلمسون النتائج على الأرض لذلك نحن نتمنى أن ينظر بشكل ندق إلى دور السعودية في ملفات المنطقة وأن يكون هذا الدور مساعدا للأمة الإسلامية ووحدتها ونحن ندافع عن هذا الدور سيد أمين قمورية تعليق على هذا الكلام وأنا أريد أن أربط أيضا بالحوار بين المستقبل وحزب الله هل يمكن اعتباره بروفا للتقارب الإيراني السعودي يعني أنا كنت أفترض أنه لو كان هناك تفاهم ما بين السعودية وإيران وتركيا ومصر هل كنا نرى ما رأيناه اليوم في المنطقة هل كنا نشهد هذا الاتتال الذي يحدث في سوريا وفي العراق وفي أماكن أخرى وفي اليمن هل كنا نرى داعش بهذه الصورة هل كنا نرى أمريكا تتلاعب بنا بهذه الطريقة هل كنا نرى القضية الفلسطينية نسيت إلى هذه الدرجة أو جرت الجهول إلى هذه الدرجة حتما التفاهم الإيراني السعودي أساسي ومهم وإذا ما قام مثل هذا التفاهم وعمى الدول الأخرى أعتقد أننا سنشهد منطقة مختلفة لأن البديل عن هذا التوافق هو ما نراه اليوم من اقتتال وإذا ما استمر هذا العدم التفاهم أعتقد أن الأمور مرشحة للمزيد من التفاهم وللمزيد من الخطورة اليوم هناك مساعي طبعا إذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال ستدفع بالمنطقة إلى أماكن خطرة وخصوصا اليوم ما نراه من ألعاب سحرية بترفع أسعار النفط وخفض أسعار النفط وما إلى ذلك ومن الصراعات الإقليمية في أكثر من مكان يعني كلها من شأنها أن تولع هذا البركان الذي أصلا يهتز أنا أعتقد أن اليوم فعلا قد تكون ما يجري في الحوار إذا ما نجح في لبنان يمكن تعميمه على أماكن أخرى ولديه قد يكون أشبه باختبار حقيقي لكن أعتقد حتى لن نكون متفائلين كثيرا الوزر الكبير والتركة الثقيلة ليس بالسهولة حلها يعني لا يزال الخلاف كبير حول سوريا وإن كان أقل بدرجة في العراق أيضا الملف اليمني ليس ملفا سهلا وبالتالي الملفات الأخرى أيضا العالقة ليس من شأنها أن تزيل كل هذه الشوائب بين العيلة وضعها لكن من شأن أي حوار أن يهدئ ساحة من الساحات وإذا ما نجح هذا الحوار يمكن البناء علىه لعل يمكن البناء علىه ونحن لدينا تجربة في هذا الإطار الحكومة اللبنانية الحالية الموجودة اليوم هي نتيجة لمثل هذا التفاهم فمن يستطيع أن ينتج حكومة مثل هذه الحكومة ولديها طبعا إيجابيات كثيرة يمكن أيضا أن يعيد بناء المؤسسات بطريقة مختلفة ولعل قد نشهد انتخاب الرئيس الجمهورية تبقى معنا أستاذ أمين وفي رد أيضا على سؤال حول أي دور لمصر في حل الأزمة السورية قال لارجاني أنه إذا كان لمصر نظرة إيجابية بالنسبة للحل السياسي في سوريا فهذه خطوة جيدة لا أعلم بدقة ما هو المقترح الذي قدمه المصريون لكن بما أن لديهم نظرة إيجابية من أجل الحل السياسي في سوريا فنحن نعتبر ذلك خطوة إيجابية إلى الأمام بدل أن يتخذ المواقف المتصلبة التي كانت في السابق أن يتم اتباع مسار سياسي في هذا السياق فهذا أمر إيجابي لكن ما هو مدى تأثير هذا المقترح وكيف يمكن أن يساعد سوريا في الظروف الحالية فذلك يجب أن يناقش بشكل أدق حول هذا أيضا النقطة في الحوار سيد أمين اسمح لي أقارب هذه النقطة على الشكل التالي اليوم هناك اختراق في العلاقة بين مصر وقطر أليس كذلك؟ وهي برعاية سعودية قطر هي حليفة لتركيا هناك نوع من التفاهم الإيراني التركي وبالمناسبة للرجاني في دمشق قال بأن الأتراك يبحثون عن يعني قال بما معنى أن الأتراك يبحثون عن مخرج فيما يتعلق بالأزمة أو هم يغيرون نظرتهم لما يحدث في سوريا هناك نوع من التقارب الإيراني السعودي كيف ترى هذه الخطوط في محاور كانت واضحة مقسمة متباعدة متقابلة متناقضة والآن يكون هناك خطوط تقاطع بين هذه المحاور هناك خطوط تقاطع لكن هناك أيضا نقاط خلاف كثيرة صحيح أن لإيران وتركيا نوع من التلاقي على بعض المسائل المهمة لكن أيضا الموضوع السوري لا يزال موضوع خلاف كبير بين الطرفين السعودية من جهتها أيضا هي والتركيا رغم كل شيء الخلاف ظاهر وعلني بين مصر والتركيا الخلاف لا يزال الخلاف يعني لا يزال قائل في حين مع السعودية هناك نوع من التقارب المصلحي إذا صح التعبير زواج مصلحة بفعل حاجة مصر للمساعدات وبفعل حاجة السعودية لغطاء عربي تمثله مصر بين مصر وإيران هناك نوع من كثر للحدة التي كانت موجودة في الصابق لكن أعتقد أن موضوع مهم لا يزال يحول دون إقامة مثل هذه العلاقة وهو موضوع الأخوان المسلمين يعني لا يزال الجانب الإيراني لأسباب عدة ينظر إلى العلاقة مع أخوان المسلمين أنها استراتيجية الوحدة الإسلامية وشياء من هذا القبيل الجذور التاريخية وجذور التاريخية لمثل هذه العلاقة هذا ما يزعج مصر التي تخوض معركة مفتوحة مع مصر لكن في الموضوع السوري على ما يبدو أن نظرة مصر إلى القضية السورية من وجهة نظر استراتيجية يعني مصر لا تستطيع أن ترى البوابة الشرقية للصراع العربي الإسرائيلي الذي هو مهم جدا ويعتبر من الأمن القومي لمصر مهدد فبالتالي هي تنظر إلى سوريا وتريد لسوريا أن تظل محافظة موحدة وتحافظ على مؤسساتها حتى تشارك بعض الأدوار إذن بهذه الخلفية يجري نوع من تقاطع بين أجل في الوقت للأسف شديد الساد أمين قمورية الكاتب السياسي أشكرك جزيلا شكرا على حضورك معنا في لبنان شيع ذو ضحايا طائرات الجزائرية التي سقطت في مالي في تموز يوليو ألفاء جثامين أبنائهم بعد استلامها مساء أمس العديد من القرى والبلدات لفها الحزن والحداد جمال الغرب والتفاصيل بعد طول انتظار ها هي جثامين ضحايا الطائرة الجزائرية تصل ليحتضنها تراب الوطن حكاية الموت كتبت خاتمتها بلوعة الفراق والدموع بعد خمسة أشهر المصيبة جمعت عائلات لبنانية وحدتهم مأساة الاختراب هرب من الظروف المعيشية الصعبة في وطنهم فيه يقول انه طوينا صفحة الانتظار قمنا خمسة شهر تقريبا يعني اليوم تقريبا نكمل خمسة شهر إلا يومان من انتظار الجثامين اللي كنا بعلم الغيب مش عارفين يعني طيارة وقعد كيف ما حد الآن مش واضح كيف كنا نحن ندم مشهد حقيقي بالوقت الحاضر الحمد لله رب العالم من حضرة الجثامين كثيرة هي البلدات والقرى التي لفها الحزن والحداد من شمال لبنان إلى جنوبه هنا في قرية الخرايب عائلة بأكملها لم يعد لها أثر في سجلات الأحياء بلالدهيني وزوجته وأبنائهما الثلاثة كانوا يمنون النفس قضاء عيد الفطر السعيد بين أهلهم لكن القدرة حول فرحة اللقاء بهم إلى فاجعة نحمد الله ونشكره أنه بالنهاية إنسان مجاهد وإن شاء الله شهد لأنه شهد الغربي شهد البعد عن الوطن وعن الأهل وعن إخوات وعن كل حتى الآن ليس هناك سبب واضح يقنع أهل الضحايا بمجرى في تموز يوليو الماضي غير أن المعلومة لدى الجميع أن الطائرة بعد إقلاعها تناثرت قطعا لدى ارتطامها بالأرض في مالي وأن ركابها جميعا باتوا في عداد الموتة هذه ليست المرة الأولى التي يوجع فيها لبنان بحوادث مماثلة فمن سقوط طائرة كوتنو إلى الطائرة الإثيوبية وصولا إلى الطائرة الجزائرية تكاليف الاختراب تدفع باهظة في رحلة البحث عن لقمة العيش جمال الغربي بلدة الخرائب جنوب لبنان الميادين